بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض القيمة حالية للدفعات احنا خدنا جملة الدفعات والعادية والفورية وخدنا القيمة حالية نستكمل النهاردة فيه مسألة مهمة جدا هناخدها من الحاجات اللي بتحصل عندنا في السوق بقولي قامت شركة منا طلاء بشراء بضائع مراحل الموردين وقامت الشركة بدفع مبلغ 43250 نقدا مقدم لشراء البضاعة يعني اجدت بضاعة وروح تدفع مؤدم يبدأ مؤدم فبقول الباقي يبدأ البضاعة لسه ليها باقي والباقي في صورة اقصات يعني دفعات متساوية تدفع في نهاية نهاية دي افهم منها ايه انها دفع يا شباب عادية كل شهرين كل شهرين دي افهم منها ايه ان دي طريقة الدفع بص طول ما انت هتقعد تقرأ المسألة مش هتعرف تحلها ابدا اول ما تفصصها او تترجمها كده هتعرف تحلها على طول نهاية يعني عادية كل شهرين الرجل هيشوفني كل شهرين يبقى دي طريقة الدفع قيمة القسط يبقى دي الايه 2500 وذلك لمدة سنتين يعني 24 شهر دي المدة خلينا نكتبها المدة مش انه طب انا بجيلك يا اخي في السنتين كل شهرين يعني بجيلك كم مرة بجيلك 6 مرات في السنة الوحدة كل شهرين يعني 6 مرات في السنة اقسم 12 على الاتنين يبقى بجيلك كل 6 مرات في السنة يبقى في خلال سنتين جيت لحضرتك كم مرة دي اسمها عدد الدفعات بقى جيت لحضرتك السنة الاولى ست مرات والسنة التالية ست مرات يبقى دفعتلك 12 دفع انخراج شفتني 12 مرة المرة بدفعلك فيها 2000 ونص ده بترجم المسألة حيث اي بتساوي 10% بيقول لي اوجد ثمن شراء البضاعة عند التعاقد كلمة ثمن الشراء هنا في الرياضة المالية عندنا ديها معنى معناها عايز القيمة الحالية خلي بالك لان انا عندي درسين في الفصل ده درس اسمه الجملة ودرس اسمه الكيمة حالية لما ادفع مؤدم وعايز ثمن شراء البضاعة في الاخر يبقى معنى كده عايز القيمة الحالية اللي هي الايه طبعا على الكيمة حالية التجارية انا برسم يعني ايه بص يعني بوسع هنا المسافة اكين هنا دول 12Sm ثمن شراء البضاعة لقانون يساوي المبلغ النقدي يعني اصلي المؤدم لنا دفعته زائد القيمة الحالية للأقصاط الكيمة الحالية الأقصاط لواحدها هي دي اللي هي دي دي اسمها القيمة الحالية للأقصاط هو قانون الجملة بتاع اول فيديو خالص بس الفرق الزائد والنقص المبلغ عدد الأقصاط المبلغ المعدل واحد على اتناشر عدد الأقصاط على اتنين اه الوان و الان انا بحس يا جماعة القيمة حالية هنا القيمة حالية بحسبها هنا يا شباب طيب اه خلي بالك دي دفع عادية ليه لانه قال لي في نهاية كل شهرين يبقى كل شهرين بدفع طالب شاطر بقى يقول لي يفكر كده قبل مكتب الوان بكام انا بارجع الورق يبقى المبلغ الاولين ده عشان اخصمه هخصمه مدة قديها هخصمه طريقة الدفع ارجع للفيديو اللي فات وانا بشرح القيمة الحالية يبقى الوان دي هتتعوض عنها باتنين الله طب والاخيرة عوض عنها بكل الشهور وهم كل الشهور كام سنتين يعني اربعة وعشرين شهر عشان كده لما اجه فك المدة سنتين اساوب اربعة وعشرين طب عدد الدفعات اشوف الاربعة وعشرين ده انا جيت لك فيهم كم مرة هي دي عدد الدفعات طب اعوض كده في القانون يبقى مبلغ الدفعة انا جيت لك اتناشر مرة ناقص بقى عشان دي كم حالية برضو نفس الكلام نيجي هنا بص ادي اتنين اللي هي لانرجعت باول مبلغ بطريقة الدفع ورجعت باخر مبلغ بالمدة كلها يبقى دي اسمها طريقة الدفع ودي اسمها المدة كلها هي دي اللي بتفرق بين طالب للتاني في حتة فهم القيمة حالية والجملة تحسب بالقل الحسبة براحة جدا كده يطلع القيمة الحالية سوي ستة وعشرين الف سبعمية وخمسين يبقى دي القيمة حالية للدفعات طب الراجل ده كان دفع مقدم تلاتة واربعين الف متن وخمسين يبقى ثمن شراء البضاعة يبقى يبقى الثمن يسوي ايه المقدم زائد حضرتك القيمة الحالية الصحيحة التجارية اللي انت حسبتها يبقى اذا سمن شراء البضاعة كان في الاصل سبعين الف وانا دفعت منهم مقدم ثم قصدت الباقي على اقصد وبكده بفضل الله تعالى خلص الجزء الاولاني من المنهج اللي هي الفائدة البسيطة خلصت الفائدة البسيطة وباذن الله في الفيديوهات القادمة نلتقي في الجزء التاني من المنهج هو الفائدة المركبة واسمها مركبة مش عشان صعبة بالعكس دي سهلة جدا جدا وهناخد فيها برضو تقريبا نفس الدروس اللي هي الاقصاط والجملة والكمح حالية وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته